طبعاً من ضمن أهم المطالب الموجودة عندنا في الجمعية احنا قدمنا أكثر من تصريح إلى جمع الأموال وما حصلنا هذا التصريح فوق الست تقريباً مرات بالإضافة إلى مشروع الآيل للسقوط يعني البيوت الآيل للسقوط عندنا عدة بيوت آيل للسقوط ووضعية العوائل المالها ما تقدر تبني هذا البيوت احنا ندعو المعنيين بتنفيذ هذا المشروع وبمواصلته على الأقل في الحالات المبدئية في الحالات الأساسية وبعدها إن شاء الله يتوسع بشكل أكبر تصريح جمع المال احنا عندنا مشكلة في عملية الجمع يعني على سبيل المثال بعض الأحيان إذا تأخر فقط التأخير لما تكلم عن عدم القبول إذا فقط تأخرنا مثلاً بنجمع شهر رمضان إذا تأخر التصريح في الجمع في شهر رمضان بيصير شنو بيتأخر ما منحصل شنو مزيته بالإضافة إلى المقدرة المالية عندنا إذا ما جمعنا أموال أساساً إحنا نعطي شنو للفقارة مبلغ بسيط رمزي فلو صارت الأموال أكبر طبعاً بيكبر هذه الفجوبة الزيدة على أساس نقلل احتياجات الناس لكن إذا قل المبلغ نضطر شنو نقلل بروحها قليلة بعد نقللها شنو أكثر فمضطرين إحنا إلى جمع الأموال بالإضافة نستخدم التقنيات الجديدة اللي تثبت عملية شنو الجمع السليم والصحيح خاصة نطلع البنفيت طلع عدة إشياء واجد يعني عن طريق شنو المواقع إطلاقاً ممنوح ما نقدر ندعو حتى إعلان الرسل إعلان بحيث أن مثلا تعالوا تبرعوا يا جماعة إلى مثلا العوائل الفقيرة لا ممنوح لازم أول شي التصريح التصريح ما تساعدون الناس عجل؟ نساعد يعني بالموجود المتوفر نزيل إذا خلص المتوفر طبعاً في المشاريع لحد الآن يعني الحمد للرب العالمين وجد له شسمه مبنى الجمعية للتو يدخل مداخل البسيطة وإحنا نشد نو نتبرع عن طريقة بس لكن إذا خلص هذا الموجود حالياً إحنا شنو نسوي إذا نحاول ست مرات يعني خلاص وصلنا إلى الرمق شنو الأخير إذا خلص المبلغ قولي شنو نتبرع خلاص مقدر نتبرع نعم شوف في حالة من الحالات على سبيل المثال هذه من أول ما طلبنا إحنا جمع الأموال حالة اللي هو شسمها تحتاج للغسيل الكلوي زين هذه الحالة ما قدرنا نجمع ما قدرنا ما قدرنا ما قدرنا نحصل لم وصلت لمرحلة لأننا نروح الحوصات قال لي ما يناسبها خلاص لكن بعدها تعاوننا مع جمعية مدينة الحمدت أكثر من مرة مع جمعية المعامير جمعين ونويرات كاعد نتعاون مع جمعيات أخرى ولكن مو هذا الإسلوب الصحيح نحن نحتاج على أساس نجمع في حالات الطارئة ونجمع في الحالات الأخرى يعني مثلا أوكي يعني نجمع لجمع لشسم المرضى نسي نقول بقية الفقارة إذا أحنا ما نحصل أي مبلغ وصلنا إلى الرمق شنو الأخير يعني السنة الجاية خلاص نوقف مشروع طبعا نحن قرية العكر نفتقر أن لا يوجد نادي في القرية طبعا النادي كان متأسس قديم وكان بانينه الآباء والأخوان من الخمسينات واستهلك وصقط يعني طبعا المساحة الموجودة ما للنادي القديمة طبعا الأول تقتصر على مجلس الإدارة والنادي يعني اللعب في خارج في السوح خارج النادي الآن طبعا تبدلت النادي يحتاج حق صالة رياضية كبيرة في المساحة الموجودة الحالية لا تتسع إلى صالة رياضية فنحن نعمل من الحكومة الموقرة وجلالة الملك أن يوهبنا أرض على أساس ننشع عليها نادي يتسع إلى صالة رياضية ومساحة إلى ملعب لكورة القدم ونحن قرية العكر طبعا عندنا كوادر في الرياضة على جميع الأصعدة في الطائرة والسلة وكنا مشاركين في الاتحاد في السلة وكان عندنا أولاد يشاركون حتى في المنتخبات مع كورة القدم والمنتخبات الثانية فنأمل أن هذه الكوادر الشبابية ما تضيع فانيا الناشئة ما نقدر يعني نسيطر عليهم إذا ما لهم بيئة تحتضنهم مثلا نادي أنت ويش نون تحتضن هذه الناشئة ينفلتون علينا ما نقدر نحتضنهم لكن لما يكون عندهم نادي هذا النادي يشغلهم يصير وقتهم بين الدراسة وبين النادي فنحن نأمل إن شاء الله من جلالة الملك أن يوهب قرية العكر أرض التسع إلى مبنى إلى النادي ولساحة إلى ملعب كورة قدم بالإضافة إلى الحدائق الموجودة في القرية تحتاج حق توسعة إضافة عندنا الحديقة في العكرة الشرقي صغيرة ما تستوعب أطفال القرية يعني ما المحل صغير فالحين السكان زاد فنأمل أن الحديقة محيطة بها أراضي فنأمل أن تقوم الجهات المعنية بإضافة المساحة هذه وتوسعة الحدائق الموجودة في القرية طبعا قرية العكر في بعض الشوارع البنية التحتية من السبعينات الآن خصوصا في القرية القديمة ما صارت إعادة إصلاح إليها فنأمل أن الجهات المعنية أنها تقوم بعادة ترصيف هذه المناطق القديمة وطبعا عندنا مناطق الآن في العكر جديدة حوالي 80% الآن البيوت وإنجزة اللي في العكر الغربي والعكر الشرقي لا توجد فيها مجاري والمنطقة غير مرصوفة في حال حدوث الأمطار رايح أديلين المواطنين يعني ما يقدرون روحا حتى لمساكنهم فنحن نقول قبل ما يطيح الفاس في الرأس من الحين نحن مقبلين على موسم شتى وأمطار يعني على الأقل الآن يبادرون يحطون هذه المناطق الجديدة على قائمة العمل في المستقبل القريب أن يكون إعادة إصلاح هذه المناطق حتى يتمكنون المواطنين من الدخول إلى بيوتهم وكلنا ثقة أن حكومتنا الموقرة وعلى رأسها ولي العهد في اسم مجلس الوزراء أن هذه الأشياء تحظى بعناية وتوجيه وأن جلالة الملك مديم يحث على إنجاز جميع ما يطلبون المواطنين وكلنا أمل إن شاء الله في حكومتنا الرشيدة أن كل ما يطلبونه المواطنين يتم إنجازه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة